الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في تفسير سورة هود أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لكل خير وأذكر بأن هذه السورة جاءت بتقرير التوحيد وإفراد الله بالعبادة كما جاءت بمطالبة العباد بالاستغفار والتوبة وكذلك جاءت ببياني أن أهل الباطل يعارضون أهل الحق ويصدونهم ويقفون في وجوههم كما جاءت بأمن الرابع ألا وهو أن النجاة لأهل الإيمان والعقوبة في الدنيا والآخرة لمن يضادهم وأن هذا سنة كونية ماضية إلى قيام الساعة فلعلنا أن نتلو بعض آيات هذه السورة أسأل الله أن يرزقنا فهما لها وعملا بها وتدبرا لمعانيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلو مشاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون هذه آيات عظيمة من هذه السورة الكريمة فيها تحديد مسار الإنسان في الحياة فأول ذلك في إرادته ومقصده هل يقصد الآخرة أم يقصد الدنيا فإن من كانت مقاصده دنيوية جاء يوم القيامة خالي الوفاض ليس معه من الحسنات شيء وقد نجد أن بعض الناس يقدم على شيء من الطاعات فتكون مقاصده فيها للدنيا وليست للآخرة حتى أن بعضهم يظن أنه على خير وعلى هدى ويكون ممن أضاع نفسه بقصده للدنيا وسأضرب لكم ممثلة نجد أن بعض الناس يدعو الله كثيرا ويتضرع إلى الله فإذا التفت إلى دعائه وجدته لا يدعو إلا بأمور الدنيا اللهم أعطني مالا اللهم أصلح لي شاني في الدنيا اللهم أرفع منزلتي فيها اللهم أصلح ما بيني وبين أهل بيتي وبين الناس اللهم أرفع ذكري فتكون مقاصده دنيوية وإن كان داعيا لله جل وعلا ومن هنا قال جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ومثل آخر في الأذكار التي يقولها الإنسان فإن كثيرا من الناس إنما يقصد بها الدنيا تقول لماذا تقول أوراد الصباح والمساء يقول ليحميني الله من السحرة والحسدة ومن كيد الفجار الفجرة وينسى أن يقصد الآخرة بهذا الذكر ومن ثم لا يكون له من الأجر الأخروي شيء وهكذا نجد أن بعضهم يتخذ الإسلام منهجا من أجل إصلاح الدنيا فيغفل عن احتساب الأجر في الآخرة ومن ثم يضيع جهده هباء منثورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن نوى الدنيا فليس له إلا الدنيا ومن ناوى الآخرة جمع الله له بين الدنيا والآخرة كما قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا أي من اقتصرت مقاصده وهمته على إرادة الحياة الدنيا وزينتها وسمي الدنيا إما لقلتها وحقارتها وإما لقربها وقال وزينتها يعني مما يراد في الدنيا كصحة الأبدان وكما يجنيه الإنسان من الأموال أو من النساء أو من البنين أو من الأنعام أو من الزروع والثمار أو من غيرها من أمور الدنيا فلما كانت مقاصده دنيوية قال تعالى نوفي إليهم أعمالهم أي نعطيهم ثواب أعمالهم بحسب الدنيا بحسب مقاصدهم على أكمل درجات الوفاء نوفي إليهم أعمالهم أي نعطيهم ما قصدوه وما أرادوه بأعمالهم ولكنهم لا يحصلون على شيء في الآخرة فهم في الدنيا يعطون ما أرادوا بدون نقصان لكن في الآخرة ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ولذلك على الإنسان أن يعيد النظر في نيته ومقصده لتكون مقاصده أخروية لا دنيوية وعليه أن يحذر من المقاصد الدنيوية خصوصا في أداء العبادات والأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا فذاك يصلي من أجل أن يعطيه الله في الدنيا ومن أجل أن ينجحه ويعلي مرتبته وبالتالي إذا قدم يوم القيامة لا يجد من نعيمها شيئا لماذا؟ لأنه لم يقصد نعيم الآخرة ليس لهم في الآخرة إلا النار لا يقف عنهم عذابهم لحظة من اللحظات وحبط ما صنعوا فيها أي ما أدوه من الأعمال وما فعلوه من القربات نالوه في الدنيا فبطل واضمحل يوم القيامة ومما يبطل عملهم السيء ومكرهم الفاسد وما هم عليه من مخالفة شرع رب العزة والجلالة ولذا قال وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ثم ذَكَرَ جَلَّ وَعَلَى مُقَارَنَة بين أهل الحق وأهل الباطل لكنه لم يُصرِّح بذكر أهل الباطل تحقيراً لهم وتنقيصاً من مكانتهم ومنزلتهم ومنزلتهم من خلال ما جاء في كتاب الله جل وعلا وهذا منزل من عند رب العزة والجلال ولذا قال أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ أَنْ يَتْبَعُهُ وَيَسِيرُ مَعَهُ شَاهِدٌ يَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ وكونه من عند الله جل وعلا ما هو هذا الشاهد إما الفطرة السليمة وإما العقل الصحيحة وإما شهادة وإما شهادة الحق في ما أوحاه الله جل وعلا وشرعه فإن كل من نظر إليها بعين ثاقبة وجد أنها الشريعة الكاملة شريعة الخير والصلاحة ثم أنظر لشاهد آخر ألا وهو كتاب موسى قال ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة إماماً أي أن كتاب موسى وهو التوراة جعله الله شاهداً لهذا النبي ولهذا الكتاب مقرّاً بإمامته ورحمته للناس ولذا فالكتب السابقة النازل على أنبياء الله تشهد لهذا القرآن وتشهد لهذا النبي بالصدق والحق وحينئذ قارن بين من معه هذه الأدلة العظيمة ومن لم يكن معه شيء من ذلك إنما هو فالشك والريب يتخبط في الظلمات ليس عنده إلا جهالات إن الناظر في المقارنة بين هؤلاء يجد أنه لا سواء بينهم ولذا من جاءك يبحث عن طريق الحق والهدى فعرفه بأن الطريق هو في كتاب الله جل وعلا وليست في طريقة المخالفين له مهما أشير إليهم بالبيان بالبنان وظن أن عندهم الحجة والبرهان كم من فيلسوف ومدعي حكمة إذا تأملت مقالته وجدتها الجهالة بعينها ووجدت أن هؤلاء لم يتمعنوا في ما ذكره الله جل وعلا في كتابه ومن ثم فإن من كان عاقلا فإنه سينظر في هذا الكتاب ولذا قال تعالى أولئك يؤمنون به يعني من تأمل هذا الكتاب وحججه وانقاد لأدلته ونظر في شواهده فإنه سيكون مؤمنا به وبالتالي سيعمل به وسينقاد إليه ويقابل هؤلاء طائفة أخرى هم الذين كفروا بهذا الكتاب فإنهم وإن كان عندهم قوة في الدنيا أو كان عندهم الأموال العظيمة أو كانت لديهم التجمعات الكبيرة والجيوش العديدة فإنما آلهم ومصيرهم إلى نار جهنم خالدين فيها أبد الآباد ولذا قال ومن يكفر به أي من يكفر بهذا الكتاب وبهذا الدين وبهذا النبي من الأحزاب أي ممن لديهم القوى العظيمة ولديهم التجمعات الكبيرة فهاء ولو كانوا ولو كان عندهم من الأسلحة والإمكانات الشيء الكثير فإنهم وإن متعوا قليلا في الدنيا إلا أنهم في يوم القيامة لذلكم اليوم العظيم الذي يستمر أبد الآباد سيكون موعدهم في نار جهنم لابد أن يردوا إليها ثم قال فلا تكو في مرية منه أي لا يكن عندك شك من هذا الوعد بوجود يوم الجزاء ولا يكن عندك شك في صحة هذه الرسالة وصدق هذا الكتاب ولا يكن عندك شك في وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة ثم قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أي أن سنة الله ماضية في كون أكثر الناس لا يستجيبون لدعوة الحق وذلك لأنهم اقتصرت مقاصدهم على الدنيا فلم يفتح الله أذهانهم للحق ولم يستجيبوا لها ولذلك على الإنسان أن يذكر بالآخرة وأن يدعو الناس إلى الإيمان بها ثم ذكر جل وعلا صنفا يكذبون على الله وينسبون إليه وإلى شرعه ما لا يصح وأن ينسب إليه فهؤلاء هم أشد الناس ظلما فلا يوجد أحد أظلم وأشد مخالفة للخير والهدى من أولئك الذين يفترون على الله الكذب وينسبون المقالات الفاسدة إلى الله جل وعلا فمرة يقولون العبادة تصرف لغير الله ويدعون أنها تقربهم إلى الله وأن الله راض بذلك ومرة ينسبون إلى الله تعالى صحة ديانتهم وسلامة طريقتهم في عبادتهم المعبودات من دون الله كذبا على الله وزورا ومرة ينسبون إلى الله عدم تصديق هذا النبي وعدم وعدم الأخذ بما أنزل الله عليه من الوحي فهذه كلها مقالات فاسدة ومن الكذب على الله جل وعلا وحينئذ هؤلاء هم أعظم الناس ظلما وجهلا ومخالفة للحق ولذلك كان من جزائهم أنهم يعرضون على ربهم أي أن الله سيوقفهم بين يديه فيجازيهم على ظلمهم وعلى كذبهم عليه ويحكم عليهم بالعذاب الشديد في ذلك الموقف يقوم الأشهاد الذين يشهدون على الناس سواء من الملائكة الذين يسجلون أعمال بني آدم وأقوالهم وبالتالي سجلوا افتراءاتهم أو من الأنبياء الذين يكيمهم الله جل وعلا شهداء على أممهم في يوم القيامة أو هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث تشهد على الكفرة بأنهم صدوا عن الأصد وعن الله ولم يستجيبوا لدعوة أنبيائه فيقولون أن يقول هؤلاء الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم يعني مع أن الله يرزقهم ويعطيهم ويربيهم بنعمة إلا أنهم مع ذلك كذبوا عليه فقالوا ألا لعنة الله على الظالمين أي أنهم جعلوا اللعنة الدائمة المستمرة التي لا تنقطع ستكون على الظالمين وأشار بكلمة الظالمين إلى أول الآية في قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا لأن هذا الظلم هو مجاوزة للحق وإبعاد للعدل فإن العدل أن يعطى كل ذي حق حقه ومن حق الله أن يعبد ومن حق نبيه أن يصدق ومن حق كتابه أن يتبع وهؤلاء لم يعطوا هذه الحقوق فكانوا من الظالمين ويدلك على ظلمهم ما وصفهم الله به بأنهم يصدون عن سبيل الله أن يبعدون الناس عن الاستجابة للحق مرة بالادعاءات الكاذبة والإشاعات المغرضة بوصف الأهل الإسلام بأوصاف منفرة ومرة بالقوة حيث يقتلون من يعارضهم ويقفون في وجه من يدعو إلى الحق والهدى ولذا كانوا ممن يصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا أن يريدون أن تكون الطريقة المتبعة طريقة مائلة وغير مستقيمة عوجا وذلك بجعل طريق الله طريقا ممقوتة لما ورد عليها من الدعايات الكاذبة شوهوها ورموها بأسوأ الصفات من أجل أن يبتعد الناس عنها وبالتالي كان من طريقتهم أن جعلوا الباطل في أعين الناس جميلة وجعلوا الحق في أعين الناس قبيحا فكان ذلك من صدهم عن سبيل الله جل وعلا ثم ذكر جل وعلا أن الذين يفعلون هذا الفعل ليسوا بمعجزين في الأرض فإن الله قادر عليهم قادر على إنزال العقوبة بهم في لحظة واحدة لا يعجزه شيء فهم في ملك الله وفي سلطانه وتحت تدبيره ونعم الله عليهم تترى ومع ذلك هو قادر على إنزال العقوبة بهم إلا أنهم يصدون عن سبيله قال تعالى وما كان لهم من دون الله من أولياء أي لن يستطيع أحد أن ينصرهم إذا قدر الله عليهم العقوبة ولو كان لديهم من الإمكانات ما كان لديهم فهؤلاء الأولياء الذين تولاهم هؤلاء الكفار لن يغنوا عنهم من الله شيئا ولن يدفعوا عنهم مكروها ولا ضررا وإنما وإنما هؤلاء الأولياء عاجزون عن نفع أنفسهم وعن دفع الضر عنهم فكيف يدفعونه عن غيرهم بل إن الشأن أن يضاعف لهم العذاب أي يعاقبهم الله العقوبات المتتابعة القوية فإن قال قائل كيف يضاعف لهم العذاب وعملهم محصور قيل يعذبهم الله بنيتهم فقد نووا أن يبقوا في الدنيا مضادين لله محاربين لأولياء ولذا ضاعف الله لهم العذاب فزاده عليهم وجعله على أغلض الدرجات وما ذاك إلا أنهم لم يكتفوا بعدم استجابتهم بل صدوا الآخرين عن الاستجابة للحق فكان عليهم وزرهم ووزر من تبعهم في هذه الضلالة قال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع هذا اللفظ يراد به صنفاني أولهما الأولياء فهؤلاء الأولياء الذين تولاهم المشركون لا يستطيعون سمعا ولا يقدرون على الإبصار والمعنى الثاني وهو مراد أيضا بهذه الآية أن هؤلاء الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع يعني عندهم آذان لكن هذه الآذان لم تخولهم لاستماع دعوة الحق والتأمل فيها ومن ثم كانوا بمثابة من لا يستطيع السمع وما كانوا يبصرون أي لم يكن من شانهم أن ينظروا للحق ودعوته والتأمل فيه والتفكر في آياته وحججه ومن ثم أصبحوا كالصم البكم الذين لا يعقلون ولذا قال تعالى أولئك الذين خسروا أنفسهم أي أنهم لم يكن لهم فلاح ولا نجاح بل كانوا خاسرين لأنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون أي الدعايات الكاذبة التي كانوا يدعون إليها سابقا لم يكن لها حقيقة ولم تدفع عنهم شيئا ولم تكن مناصرة لهم ثم قال لا جرم أي إن الحق أنهم في الآخرة هم الأخسرون ولا جرم يعني لا تبع ولا مسؤولية بل الحق الكامل أن هؤلاء الظالين الظالمين المكذبين سيكونون في الآخرة أخسر الناس لأنهم سيدخلون نار جهنم خالدين فيها وفي مقابل هؤلاء صنف آخر ألا وهم أهل الإيمان فقال جل وعلا إن الذين آمنوا يعني أنهم دخلوا في الإيمان بأقوالهم واعتقاداتهم وأفعالهم فأصبحوا مؤمنين وهؤلاء الذين صدقوا واعترفوا بأن العبادة حق لله وأقروا بصدق هذا النبي وبصحة ما في هذا الكتاب وعملوا الصالحات فسلمت قلوبهم من السوء وملئت تقوا وعملا صالحا وهكذا كان عندهم طاعة لله في جوارحهم وأقوالهم وهم في نفس الوقت أخبتوا إلى ربهم أي خضعوا له وذلوا لحكمه فاستجابوا لندائه وبادروا إلى امتثال أمره محبة له وخوفا منه ورجاء لفضله وتضرع إليه فهؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات الثلاث هم أصحاب الجنة وقال أصحاب لأنهم يلازمونها ويبقون فيها لا يخرجون منها ثم أكد الخبر بقوله هم فيها خالدون لأنهم لما كانت نيتهم في الدنيا أن يعبدوا الله أبد الآباد كان جزاؤهم الجنة أبد الآباد جزاء من جنس عملهم ثم ضرب الله مثلا لهذين الصنفين أهل الإيمان وأهل الكفر والعصيان فقال مثل الفريقين أي فريق المؤمنين وفريق الظالمين كالأعمى والأصم فهذا مثل الكافرين أنهم كالأعمى لا يهتدي للطريقة وفي نفس الوقت كالأصم الذي لا يسمع الكلام فإنهم لما كانوا لا ينتفعون ببصرهم في أعلى الغايات التي خلقوا من أجلها ولم ينتفعوا بسمعهم بالاستماع لدعوة الحق والنظر في حجج وبراهين الهدى فهؤلاء هم الأشقياء وفي مقابلهم البصير والسميع البصير الذي له عيناء له عينان يبصر بهما والسميع الذي يحيط ويدرك ما يقال من الكلام فهؤلاء هم السعداء فهل نسوي بين أعمى أصم مع بصير سميع لا والله لا يستوون ولذا قال هل يستويان مثلا فالجواب أنهما لا يستويان أبدا بينهما من الفروق أشياء كثيرة وحينئذ قال الله تعالى أفلا تذكرون أي هل يكن من شانكم تذكروا للحق والهدى ومن ثم استجابة له تنجيكم في الدنيا والآخرة وتبعدكم عن أعمال السوء فهذه آيات عظيمة فيها معاني كبيرة ولعل من المعاني وجوب أن تكون نية للإنسان أخروية في أعماله الصالحة وأنه لا يثاب في الآخرة على عمل سواء كان عبادة أو معاملة أو كان واجبا أو مستحبا إلا إذا قصد بذلك العمل الأجر الأخروي وفي هذا التحذير من المقاصد الدنيوية وبيان أنها تفوت الأجر وتضيع الثواب وفي هذه الآيات أن العبرة ليست بأمور الدنيا فالدنيا زائلة لن تبقى وهي حياة قليلة سنوات يسيرة فيفارقها الإنسان وفي هذه الآيات التحذير من إرادة غير الله بالأعمال الصالحة فمن أراد بعمله الصالح مراءة الخلق وأن يسمع عنه وأن يثنى عليه فهذا مقصد دنيوي من قصد بطلبه العلم أن يشار إليه بالبنات وأن يرجع إليه ليكون له حظة عند الناس في الدنيا فهو خاسر لآخرته وفي هذه الآيات أيضا ترغيب الإنسان في أن يقلب حياته كلها لتكون عبادة لله جل وعلا فيجعل أكله قوة على طاعة الله وامتثال لأمره فيكون مأجورا على أكله وإذا نام نوا بذلك أن يطيع الله وأن يقوي بدنه على طاعته فيكون مأجورا مثابا وحينئذ نحذر من إرادة الدنيا بأعمالنا سواء كانت في الأمور اليسيرة أو في الأمور الكبيرة من الولايات العامة والحكم بين الناس ونحو ذلك ومن فوائد هذه الآيات فضيلة هذا الكتاب وعظم منزلته وأن فيه الهدى والحق وفي هذه الآيات التذكير بالحجج الكثيرة والبراهين العديدة الدال على صدق هذا الكتاب وصحة هذه الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآيات دعوة الخلق لأن يتفكروا في هذا الكتاب وأن يتأملوا ما فيه من الدلائل والبراهين والعظات ما يهز النفوس هزا وفي هذه الآيات أن الكتب السابقة قد شهدت لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وصدقت لكتابه وشهدت لكتابه بالصدق والحجية وفي هذه الآيات من الفوائد أن من تفكر في آيات القرآن وحججه آمن به وانقاد له فكان من الفائزين الناجين وفي هذه الآيات أن من أعرض عن هذا الكتاب وكفر به ولو كان عنده قوة عظيمة ودول متحزبة وأمور دنيوية كبيرة فإنها لا تنجيه من نار جهنم بل النار موعده وفي هذه الآيات وجوب الجزم واليقين بوجود دار آخرة يجاز فيها العباد على أعمالهم إن خير فخير وإن شر فشر وفي هذه الآيات تحريم الكذب على الله وبيان أنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام وفي هذه الآيات التحذير من العاقبة السيئة لمن كذب على الله بأن نسب إليه ما لا تصح نسبته إليه جل وعلا وفي هذه الآيات أن الأشهاد يقومون يوم القيامة فيشهدون على بني آدم في أعمالهم وخصوصا أولئك الذين يكذبون على الله تعالى ومن الأشهاد الملائكة والرسل والأنبياء وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآيات التحذير من الظلم وبيان سوء عاقبته وأنه من أسباب نزول اللعنة بالظالمين وفي هذه الآيات تحريم الصد عن سبيل الله ووجوب أن يبذل الإنسان من نفسه في ترغيب الناس في الدخول في دين الله جل وعلا وفي هذه الآيات تحريم إطلاق الدعايات المورضة والإشاعات الكاذبة تجاه الأنبياء عليهم السلام ودعواتهم وفي هذه الآيات وجوب الإيمان بالآخرة والجزم بوقوعها وبأن العباد سيحاسبون فيها ولذا يكون من شأن أهل الإيمان أن يستعدوا لها وقد قال هنا وهم بالآخرة هم كافرون لتأكيد كفرهم بالآخرة وبيوم المعاد وفي هذه الآيات بيان عظيم قدرة الله عز وجل وأنه قادر على إنزال العقوبات بالخلق في اللحظات اليسيرة وفي هذه الآيات من الفوائد أن أولياء الذين يعبدون معبوداتهم من دون الله لا تنفعهم شيئا ولا تدفع عنهم عذابا ولا تغني عنهم وفي هذه الآيات أن الذين يصدون عن سبيل الله يضاعف لهم العذاب فيعذبون عذابا متتابعا عظيما وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن العبرة ليست بوجود السمع والبصر وإنما العبرة بالانتفاع بهما ومن ثم من كان عنده سمع وبصر ولكنه لا يهتدي به إلى الحق ولا يبذل من نفسه في تعرف الهدى فهذا لم ينفعه سمعه ولا بصره شيئا وفي هذه الآيات أيضا أن أهل الباطل لا يجدون من يناصرهم في آخر أمرهم ولا يستطيعون أن يدفعوا عذاب الله عذاب الله جل وعلا وفي هذه الآيات التحذير من الخسارة في الآخرة وبيان أن الدعايات الكاذبة تجاه أنبياء لا دعايات كاذبة باطلة وأنه لا قيمة لها ولا توثر في جزاء الإنسان وفي هذه الآيات أن أهل النار على مراتب متعددة متفاوتة وأنهم ليسوا على درجة واحدة ولذا قال عن هؤلاء لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون وقوله الأخسرون صيغة مبالغة أي أنهم أكثر خسارة من غيرهم وقوله في هذه الآيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيها وجوب الإيمان وجوب العمل الصالح ولا تدل الآية على أن العمل الصالح لا يدخل في الإيمان فقد جرت سنة متبعة في لغة العرب بجواز عطف الخاص على العام ولذا قال تعالى ولذا قال جل وعلا فيهما فاكهة ونخل ورمان والرمان من الفاكهة وقال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال من الملائكة ومع ذلك عطفا على ذكر الملائكة ويدل على هذا قوله تعالى والعصري إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فإن التواصي بالصبر جزء من التواصي بالحق وقد عطفه عليه والتواصي بالحق جزء من الأعمال الصالحة وقد عطفها على الأعمال الصالحة وفي هذه الآيات الترغيب في الخضوع لأمر الله والذل له والاستكان لأمره ويكون العبد بعيدا عن الترفع والتكبر والتفاخر وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان سيدخلهم الله الجنة ويجعلهم يبقون فيها أبد الآباد وفي هذه الآيات ضرب الأمثلة من أجل تقريب الحال وتوضيحها للمستمع ولذا مثل الله جل وعلا فقال مثل الفريقين أي فريق أهل الإيمان وفريق أهل الكفر والنفاق كالأعمى والبصير فهذا ضرب للمثل وفي هذا أيضا أن الكفار بمثابة من لا يبصر ولا يسمع وماذاك إلا أنه لم يستفد من سمعه وبصره وفي هذه الآيات تفاضل الناس في مراتبهم سواء من كانوا في الجنة أو من كانوا في النار فليس الكفر على رتبة واحدة بل هم مترتبون متفاوتون في المنزلة فهذا شيء من فوائد هذه الآيات بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من حزبه المتقين وأوليائه المفلحين ونسأله أن يعيدنا من حال أهل البوار وأن يبعدنا عن الصد عن سبيله بل يجعلنا دعاة إلى دينه كما نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا وأن يجعل العاقبة الحميدة لهم وأن يمكنهم من أعدائهم وأن يصلح لهم ذراريهم وأن يسبق عليهم في نعمه عليهم بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين